السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة التعليمية في هذا الفيديو ان شاء الله سنتعرف على نموذج رسالة بيال الحوافز لاتخدو موتيفاسيون بخصوص مباراة أطر التدريس أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي إذن كما عرفتم فهذه السنة من مساجدات مباراة التعليم هو كتابة نموذج رسالة حفيزية باليد كتابة نموذج رسالة حفيزية بخصوص مباراة أطر التدريس أو أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي إذن للاستعناس حب أحببنا أن نتقاسم معكم نموذجا لرسالة حفيزية كالآتي سنحاول قراءتها ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق للجميع إذن كما تعرفون فالنموذج أو الطلب الذي سوف نقدمه إذن أول شيء سنقوم بكتابة الإسم والنساب رقم بطاقة التعريف الوطنية العنوان والهاتف المرسل إليه إلى السيد مدير الأكاديمية الجهوية لمهان التربية والتكوين لجهة يعني الجهة اللي سوف نترشح فيها الموضوع رسالة حفيزية بخصوص مباراة الدخول ضمن مباراة أطر التدريس أو الدعم التربوي أو الاجتماعي والإداري وبعد يشرفني أن أقدم سيدي المدير ترشحي هذا لولوج مباراة أطر التدريس نحدد المباراة اللي قد نترشح لها لموسم 2021-2022 إن ترشيحي هذا نابع من اهتمامي بالمجال التربوي وبوعي بالدور الحيوي لمهنة المدرس في ترسيخ القيم الإنسانية النبيلة والتي اكتسبتها خلال مشواري الدراسي إن اختياري لهذا القطاع ينطلق من اعتزازي وتقديري لمهنة التدريس وقدرتي على الانفتاح والاستعداد لاكتساب المهارات والخبرات المتصلة بها واقتناعي بأن وظيفة المدرس في العملية التعليمية برمتها لها مكانة خاصة ورئيسية في الآن نفسه ذلك أن المدرس يعتبر العنصر الحاسم في أي إصلاح بحيث يعتبر الوسيط الذي عبره يتم هذا الإصلاح لذلك سأعمل من خلال هذا التكوين على استحضار مبدأ ارتباط مهمة التدريس بمسؤوليات ثلاثية الأبعاد إن المدرس مسؤول مسؤول تجاه المتعلم لأن أسلوب التعليم الذي يختاره له بالغ الأثر في مصاره وتمدرسه وهو أيضا مسؤول تجاه مجتمعه الذي أوكل إليه مهمة تربية أبنائه بغية تحقيق أهداف تقافية والجماعية وهو مسؤول أخيرا أمام ضميره مهنة التدريس مهنة العطاء رغم الإكراهات والظروف الصعبة وبالتالي في الخروج للميدان مباشرة يفرد علينا اكتساب مهارات ومعلومات جديدة تتطلب استعدادا منهجيا متجددا باستمرار أساسه العلاقة التفاعلية بين المدرسة والمجتمع ووضوح الأهداف من أجل إعداد التلميذ المغربي من أجل إعداد التلميذ المغربي لتمثل واستيعاب إنتاجات الفكر الإنساني المساهمة في تحقيق نهضة وطنية اقتصادية وعلمية وزقنية كما يفرد العمل بمقاربات مختلفة كتلك التي اعتمدت مجالي القيم والكفايات كمدخل بداغوجي لمراجعة مناهج التربية والتكوين من أجل ترسيخ التعليم الوظيفي الذي يقوم على ثلاث دعائم أساسية هي التعلم الذاتي التكوين المستمر ومد الجسور بين المراحل التعليمية وفي انتظار قبول ترشيحي تفضلوا سيدي المدير بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام والسلام الإنضاء يعني كان ندير الاسم الجلي والإنضاء الجلي وكان حاولوا أننا ما نخطؤوش ويكون خط جاننا خط واضح وجميل لأنه طلب مننا كتابة هذا الرسالة هذه بخط اليد وبالتوفيق للجميع إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر